نقارن بين آية سبعة وثلاثين نجيل مرقص أصحى حربعة فكركم بهذا الجزء وآية تسعة وثلاثين في آية سبعة وثلاثين ريح عظيم وأصوات مزعجة ومخيفة تقول إن الآرب هيغرق حتما ده فين ده في آية سبعة وثلاثين في آية تسعة وثلاثين نقرع عن هدوء لا هدوء عظيم يبقى النوء العظيم أو الريح العظيم تحول إلى هدوء عظيم لماذا؟ لأن الرب تدخل وانتهر الريح وقال للبحر لا تصدر مرة أخرى هذه الأصوات المخيفة وارفع أيديك كده وانت بتسمعني كده واشكر الرب أنه بعت لك الرسالة لو عندك ريح عظيم باسم الرب يسوع يتحول إلى هدوء عظيم ريح عظيم إلى هدوء عظيم ريح عظيم إلى هدوء عظيم باسم الرب يسوع ممكن الريح دي تبقى أمراض 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 تطلع من مرض يجي مرض تطلع من مرض يجي مرض ايه ده ودوشة وإذاء للجسد مش صدفة إذا كنت بتسمع هذه الكلمات وقول كده نعم أشكرك لأن الريح العظيم يتحول إلى هدوء عظيم أشكرك يا رب لأن الأمراض المتلاحقة بإذائها العظيم هذه الأمواك تهدأ 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 والجسد يتمتع بهدوء عظيم باسم الرب يسوع وصل الجسد كده تلقاضي لما سات الرب ما ده نفس الجسد اللي كان بتعبني بألابه بتعبه بمعاناة في نفسه هو أولا لكن إيه اللي حدث الرب ارفع إيدك أعلى لأنك إنت بتعيش مع الرب هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد لأن تشوف الرب في حياتك لأن تشوف الرب بيحول الحاجة المستمرة المزعجة اللي مبهدلاك محولها إلى إيه من ريح عظيم إلى هدوء عظيم لمجد الرب ويرفع إيدك أعلى أنك إنت هتشوف ده تشوف نعم مش أنت اللي هتغير الريح مش أنت اللي هتخلي البحر العائج يا ده مش أنت اللي هتوقف الأصوات المخيفة أو أصوات اليأس اللي بتيأس الإنسان مش أنت من أحبك ومن مات لأجلك ومن أعطاك الخلاص مجانا ورسالة رميا تقول إذا كان الرب مات من أجلك بمية في المية توقع أن يديك أي يسدد كل احتياجاتك بحسب غناء في المجد من هدوء عظيم من ريح عظيم إلى هدوء عظيم وندي المجد للرب يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك والحاجة اللي بيجي لك منها خير ممكن فجأة تلاقيها تحولت لريح البحر ده كان مصدر خير وبيجيب سمك وبيجيب بركات مادية تحول إلى خطر وممكن الشغل بتاعك اللي جاي منه خير يبقى في لحظة فيه خطر أوعى أوعى لا تخف ولا ترتعب بص للرب كده بقول له أنت قادر أن تجعل الريح المفيد الريح الهادئ يستمر مفيدا وهادئا وإده المجد للرب مش صدفة أنا كنت بتوصلك هذه الرسالة واسأل نفسك هل أنت تصق أن فيه هدوء عظيم تصق فيه أن الرب بيعمل هدوء عظيم ولا لا تطلع من الاجتماع ناس يقول لك أخبار مزعجة مش عارف حصل بواسق بواسق إيه يعني ما يقوله الرب فيه سفينتي يجعل الريح العظيم يتحول إلى هدوء عظيم مشكلة تلاقيها بتكبر 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 إيه يعني بتكبر الريح خلت الأمواك تعلى تعلى بتعلى بس أنا معايا الرب فيه سفينة حياتي قادر أن يحميني وقدر أن يحمي نفسيتي وقدر أن يحمي هدوءي الداخلي وقدر أن يحمي نفسي من أي خوف ومن أي ارتباط ومن أي تشويش ومن أي انزعات بصل الرابط بصل النفسك هتتعب تبصل لظروفك هتتعب تبصل للبحر لك هتخاف تبصل للرب الرب بيدي الإيمان يعني وانت في الاجتماع كده بتكلم الرب بتكلم بتمجد الرب روح خدس يشتغل فيه ويرفع إيمانك ويخليك تصدق أن الرب يتحكم في كل أمورك ويتحكم في كل الناس ويتحكم في مملكة إبليس وفي كل الدوار تشوف بقى رب لبقى تبدي ترنم وتسبح روح خدس يعمل حاجة جواك حقيقية يخليك تصدق أني من الجاف هتطلع حلاوة من الأكل يطلع أكل من اللعنة تطلع بركة الريح العظيم مع الرب يتحول إلى هدوء عظيم ويبقى اختبار ويبقى اختبرت اختبرت الرب حقيقي مش عزات الرب مش عزات مش معلومات لا الرب ايه اختبارات وصلي معايا كده أني الاختبارات لحضور الرب لتدخل الرب الواضح حاجة واضحة قوي ريح عظيم في لحظة بايه هدوء عظيم مش ممكن دايبا صدفة تدخلات الرب الواضحة جدا اعلن ايمانك معايا تدخلات الرب الواضحة جدا 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 تكسر في حياتك هذه الايام نعم هذه الايام تشوف ايد الرب بتعمل حاجات مش ممكن الا انها هتقول دي ايد الرب ويندي المجد للرب ناتف للملك اللي بيغير اللي بيخلي الريح العظيم والوراه عاجز الوراي بعاجز والريح العظيم يتحول الى هدوء عظيم واتف معايا لان الكتاب يقول كده طوبة طوبة بركات يعني اليمين العارفين الهتاب العارفين انهم لما بيتفوا للملك ياروا عمل الملك العظيم في امورهم يا رب نشكرك ونبارك ونعظمك دولا لما عملوا هتفوا سبحوا الكمين اللي كان ضدهم مقدرش يزيهم عظم الرب العمل